موسيقى مع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثاني واشنطن وأوروبا توسعان العقوبات على موسكو ومجموعة السبع تتوعد من يساعدها موسيقى الحرس الثوري الإيراني يلوح باستهداف الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط ويؤكد أنه في مرمى صواريخهم موسيقى قلق أممي مما وصفته بعمليات الاحتجاز التعسفي في تونس وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحفيين موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في جولة إخبارية لإهم الأنبع أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عصمها توسيع العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا وتشديد العقوبات الحالية المفروضة على ست وسبعين الشركة الروسية بما في ذلك فرض قيود على صدرات قطاع الصناع الروسي والبيلاروسي وعقوبات على السلع الكمالية في حين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على البنوك الروسية وقطاع التعدين والمعادن مستهدفة أكثر من 250 شخصية وكيانا كما تبنت مجموعة السبع عقوبات جديدة ضد روسيا لمنعها من الحصول على مواد وتقنيات ومعدات عسكرية والصناعية متطورة بما في ذلك دول غربية وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده فرضت عقوبات على 129 روسيا بما في ذلك أعضاء الحكومة والجيش وممثلي المجمع الصناعي العسكري فضلا عن 63 كيانا قانونيا فيما وافق مجلس الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير سوف نستمر في فرض العقوبات على روسيا سوف نستمر في ملاحقة أتباع بوتين وهؤلاء الذين يساعدون الروسيا لتجنب العقوبات أو لتعزيز ترسانتها العسكرية سوف نستمر في تقديم الدعم المالي لأوكرانيا 67 مليار دولار خصصناها حتى الآن ثانيا مع زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا نهدف إلى تدريب 30 ألف جندي أوكراني في الاتحاد الأوروبي سوف نقوم بعملية شراء مستركة لإيصال المعدات العسكرية الطارئة إلى أوكرانيا تخلت ألمانيا عن الغاز الروسي بسرعة قياسية رغم المخاوف السابقة من أنها قد لا تكون قادرة على ذلك قبل سنوات لكنها دفعت ثمناً باهضاً في المقابل أثر على عمل الشركات وخفض الإنتاج لفترة مؤقتة على الأقل نحن داخل واحدة من أكبر المضن الصناعية في ألمانيا حيث مئات الشركات العاملة هنا والغاز هو المشغل الرئيسي لهذه الشركات من دون الغاز تقفل هذه المدينة الصناعية قبل الحرب في أوكرانيا كان الغاز يأتي من روسيا ولكن منذ الحرب تغير الكثير هنا في هذه المدينة الصناعية الضخمة الواقعة في بلدة لينا بولاية ساكسونيا عن هالد شرقية ألمانيا بات الغاز يأتي من النرويج بشكل أساسي ولكن المصدر المتغير للغاز يعني أيضاً بأنه أغلى ثمناً ومدير عام الشركة المشغلة كريستوفر كونتر يعترف بتأثير ذلك على عمل الشركات هنا المشكلة بدأت قبل وقف الغاز الروسي لأن أسعار الغاز بدأت ترتفع بشكل كبير للعام الماضي ثم ارتفعت أكثر مع بداية الحرب ولكن رغم ذلك لم تكن هناك قيود محسوسة على استيراد الغاز ما أثر بنا كثيراً كان ارتفاع الأسعار الشركات العاملة هنا من بينها توتال وشركات كيميائية كبيرة ترت لتخفيض إنتاجها إلى نصف النصف الثاني من نهاية العام الماضي بعد انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ولكن توفر الغاز لم يكن يوماً المشكلة فألمانيا نجحت سريعاً باستبدال الغاز الروسي من مصادر أخرى مثل نرويج وهولندا والولايات المتحدة والجزائر وفتحت خزانات عائمة بسرعة قياسية أعتقد أنه على صعيد المنافسة الدولية للغاز الطبيعي ألمانيا لديها قدرة شرائية أكبر وكانت مستعدة لدفع أسعار باهضة وهذا ما حصل ولكنها عوضت عن ذلك بمساعدة دول أوروبية أخرى بتزويدها بالكهرباء ولكن بعد الأشهر الصعبة تتوقع شركة إنفرالوئناب أن تعود شركة العاملة هنا قريباً للعمل بكامل طاقتها السابقة مع توفر الغاز وعودة خفاض أسعاره وتثبيتها مؤخراً بفضل سياسات الحكومة الألمانية راغد بهنام الحدث من بلدة لينا في شرق ألمانيا قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة خاصة مع الحدث إن مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا تضم بعض العناصر المهمة كمعارضة استعمال الأسلحة النووية وكذلك دعم مثاق الأمم المتحدة مضيفاً أنه غير مقتنع بكون الرئيس أروسي فلاديمير بوتين يريد السلام إننا ننظر إلى الوثائق التي قدمها الصينيون وتضم بعض العناصر الهمة كمعارضتهم لاستعمال الأسلحة النووية ودعم ميثاق الأمم المتحدة سننظر إلى هذه الوثيقة بكل جدية أتمنى أن تنتبه القيادة الروسية للحقيقة وهي أن العالم يدين تصرفاتها ولا يريد الحرب آمل أن تكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لست مقتنعاً أن فلاديمير بوتين يريد السلام يجب أن ندعم أوكرانيا إلى أن تستعيد أراضيها وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها تقدر رغبة الصينيين بالمساهمة في تسوية الصراع مع أوكرانيا بالوسائل السلمية مضيفة لأنها منفتحة على تحقيق إهداف العملية العسكرية الخاصة للطرق السياسية والدبلوماسية إلى أن العقبة الرئيسية هي استحالة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل الأوكرانيين والمنصوص عليها قانوناً بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الأوكراني فولدمر زيلنسكي أتوقع وأمل أن يكون القادم أفضل ما يحدث في الواقع صعب للغاية ومؤلم لكننا لا نفقد العزم هناك شعور بالفخر والاستياء والغضب وهو أمر من المستحيل أن نتخلص منه لم أكن في المنزل منذ عام ولم أرى عائلتي منذ عام لذلك بالنسبة لي هذا يوم يعكس ألماً رهيباً ويوم لا أريد العودة فيه بأفكاري لأشاهد مرة أخرى الصور ومقاطع الفيديو في الوقت الذي تأثرت العديد من الدول في ملف الأمن الغذائي بسبب الحرب الأوكرانية الروسية استطاع الأردن تجاوز الأزمة من خلال خطة استباقية فرضتها أزمة كورونا على ملف الأمن الغذائي التسلح بالأمن الغذائي قبل وقوع أي أزمة سياسية أو اقتصادية تمتد تداعياتها على مستوى العالم أمر التفت له الأردن مبكراً البداية كانت مع أزمة كورونا وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي ومع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واجه الأردن الأزمة باعتماده على مخزون سلع غذائية وقمح وشعير تم استيرادها مسبقاً بكميات رفدت ما يعرف بالمخزون الاحتياطي تم رفع السعات التخزينية في المملكة الأردنية الهاشمية سواء من خلال إنشاء صوامع الصوامع العمودية أو من خلال الصوامع الأفقية يعني فيه عندنا مخطط حالياً أنه نرفع السعات التخزينية إلى مليونين وربع طن يستورد بين مادتين قمح وشعير مليون طن لكل مادة بمعنى أنه 2 مليون طن سنوية من استورد شعير ومن استورد قمح بشكل عام وكذلك واحدة من الإيجابيات أنه مناشئنا صحيح البحر الأسود لكن في آخر خمس سنوات لم يتم استيراد من أوكراني نهائياً الحكومة الأردنية تحملت تكاليف ارتفاع القمح والشعير كمأدتين أساسيتين من الخزينة العامة للدولة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية دون أي ارتفاع على المستهلك بسبب دعمها لمادتين الخبز والشعير فيما تأثرت أسعار السلع الأخرى المستوردة من قبل القطاع الخاص بارتفاع ملموس عاد للإستقرار من جديد بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما فيه أي مواطن راح على أي سوبر ماركت وكان فيه واجه نقص بأي سلع تمويني بقيت سلاسل التوريد مستمرة وما حصل عندنا أي نقص سواء في جائحة كورونا أو في الأزمة الأوكرانية فيما يبقى التحدي الأصعب في إمكانية تحقيق أمن غذائي مستقبلي في ظل تغيرات مناخية وفقر مائي يعد أساساً لإنتاج المواد الزراعية في بلد يعتمد على استيراد معظم احتياجاته عماد العضايل الحدث عمان قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن روسيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى إيران في إطار تعاون عسكري موسع يشمل شحن طهران كميات متزايدة من الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في غزو أوكرانيا كيربي قال إن واشنطن تعتقد أن روسيا قد تنخرط في تعاون دفاعي غير مسبوق مع إيران بما في ذلك مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي وأضاف كيربي أن إيران المعزولة بسبب العقوبات الغربية لوقف برنامجها النووي تسعى لتعزيز جيشها بمعدات عسكرية إضافية من روسيا مقابل إرسال أسلحة تستخدم في الهجوم على أوكرانيا مؤكدا أن إيران أرسلت بالفعل مئات الطائرات المسيرة وكذلك ذخيرة للمدفعية والدبابات إلى روسيا نفى سامويل واربرغ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ممارسة أي ضغوط على بريطانيا حتى لا تصنف الحرس الثوري وأكد أن واشنطن تشجع بريطانيا وكل الدول لوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب أعطي احترام لكل الصحافيين والصحيفة تيليغرام ولكن لذلك أنا لا أريد أن أستعمل كلمة مثل أكاذيب إذن برل من أكاذيب أنا سأقول الإدعاءات هذه الإدعاءات ليست صحيحة على الإطلاق ليست صحيحة تماما أنا لا أفهم لماذا أي شخص في المملكة المتحدة أو في أي مكان سيعطي أي مستقية أو أي ثقة في هذه الإدعاءات لأنه لازم نخل في العين الاتبار أولا الحرس الثوري تخدع للأقوبات المريكية أكثر من أي كيان آخر في هذا القوكب ليس هناك أي كيان أي طرف أي مؤسسة أخرى تخدع للأقوبات المريكية أكثر من الحرس الثوري وليس فقط على سعيد المؤسسة أو المنظمة ولكن أيضا على القاعدة فرضنا أقوبات على كل القاعدة في الحرس الثوري نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن قائد القوات الجوية بالحرس الثوري لو أحاجزاد قوله أن الأسطول البحري الأمريكي بكامله في مرمى الصواريخ الإيرانية اعتبر أن كل السفن الأمريكية موجودة على مسافة 2000 كم في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط تعتبر في مرمى الصواريخ الإيرانية ولفت إلى أن الحرس الثوري سعى لشل قدرة المكينة الحربية الأمريكية من خلال ضرب مكامل فوق ولدى الأمريكيين هناك وجعلها غير مجدية قال وزير الخارجية البريطاني للحدث أن سلوك القيادة في طهران عبر تسليحها الميليشيات في المنطقة وتهديد الإيرانيين في بريطانيا ومحاولة تطوير اليورانيوم بمستويات التسليح أمر غير مقبول ومؤكدا في الوقت ذاته أن كل الخيارات متاحة سلوك القيادة الإيرانية عبر تسليحها الميليشيات في المنطقة وتهديد الإيرانيين في بريطانيا ومحاولة تطوير اليورانيوم بمستويات التسليح كلها أمور غير مقبولة نعارض هذه التصرفات واستجبنا من خلال العقوبات وسبول أخرى دائما نبقي الخيارات مفتوحة على إيران أن تدرك أن القرارات التي تتخذها هدامة جدا لمصالحها قال استفاد جاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إذا ما يحدث في تونس فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز التعصفي وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحفيين معتبرا أن الأمم المتحدة تشجع على الحوار البناء بين مختلف مكونات المجتمع التونسي للدفع البلاد إلى الأمام يأتي ذلك عقب تنفيذ الشرطة التونسية في الفترة الأخيرة سلسلة اعتقالات لنشطاء السياسيين حصلت الحدث على نسخة من قائمة المتهمين وقرار فتح التحقيق في القطب القضائي لمكفحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية والتأمر على أمن الدولة الدخلي والانقلاب على الرئيس قيس السعيد وكانت السلطات التونسية ألقت القبض على عدد من السياسيين والنشطاء وآخرين آخرهم القيدي بجبهة الخلاص المعارضة جوهر بن بارك كما اعتقلت السلطات خلال 24 ساعة مضت كل من أمين عام الحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى أعلنت وزارة حالة الطوارئ التركية تشجيل زلزال بقوة 4.7 على مقياس رختر الجمعة شرقي تركيا ووفقا للبيان فإن مركز زلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات بالقرب من مدينة سيواس الوقع الشرقي تركيا ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار هذا وقلت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن عددا من عدد القتلى تحديدا في زلزال تركيا ارتفع إلى أكثر من أربعة وأربعين ألفا ونخلت وكالته أنباء الأنضول عن الإدارة القول إن البلاد تعرضت لأكثر من سبعة ألاف ومئتي هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول كهرمان مرعش المدينة التي كانت مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا بدأت تزيح غبار الركام رويدا رويدا وبدأت بإعادة فتح محالها وأسواقها بشكل جزئي واستحالة من القلق والخوف في كهرمان مرعش اختار بعض أصحاب المحال التجارية إعادة افتتاح محالهم في تحدي لهذا الواقع فشهدت بعض الأسواق والأزقة عودة تدريجية للحياة الطبيعية ليس ببعيدا عن الركام وآليات رفع الأنقاض أعاد مراد افتتاح محل بيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها وهدفه تشجيع البقية ليحذو حذوه فتحنا متجرنا منذ اليوم الثاني للزلزال لتوفير احتياجات الناس من ناحية الاتصالات ومن أجل تحفيز الجميع وهو شيء جيد بالنسبة لنا ولأهم الناس عندما ترى متجرا مفتوحا يفرحون والحياة ستستمر كما شاهدتم المحال بدأت بفتح أبوابها لكننا لم نستطع العودة إلى بيوتنا بسبب الهزات الارتدادية أما أصحاب هذا الفرن فقرروا إعادة افتتاح مخبزهم منذ اليوم الأول رغم حالة الخوف الشديد حينها الجميع يخاف ومن يقول إنه لا يخاف هو كاذب ستلجأ إلى الله في تلك اللحظات ولا يمكنك فعل غير ذلك علينا اتباع التعليمات أثناء حدوث الزلزال نحن نحضر الخبز التقليدي الذي لا يمكن التخلي عنه في قهرمان مرعش هذا المنتج هو تقليدي ومحلي كما قلت منذ اليوم الأول للزلزال نقدم خدماتنا للناس ومع مرور الأيام توالى افتتاح المحل في الأسواق الرئيسية في تحدي لحالة الهلع والخوف التي ما زالت سائدة في المدينة فتحنا المحل لكن الهزات الارتدادية مستمرة الناس خائفة قبل أيام حدث زلزال قوي في هاتاي وشعرنا به هنا وانهارت بعض الأبنية المتصدعة استطعنا بعد عشرة أيام من الزلزال الأول فتح محلنا لكننا حقيقة نخشى الهزات الارتدادية وإلى الآن لا نستطيع العودة إلى منازلنا ونبقى في الخيام والشوارع والسيارات الحياة تستمر والذكريات ما جرى لا يمكن أن تمحى أطياف من رحلوا تحت الأنقاض لا تزال تجوب المكان ومن كتبت له النجاة ما زال يأبى النسيان يجول بين الأنقاض ويلملم بقايا من رحلوا زيدان زنجلو الحدث كهرمان مرعش حثت وزيرة البيئة البريطانية مواطنيها على تناول خضار اللفت وذلك في ظل نقص تواجهه المتاجر في أنواع من الفاكهة والخضار هناك ولمواجهة مشاكل إمدادات التوريد حدت أربعة من المتاجر هناك كمية الفاكهة والخضار المسموح للزبائن بشرائها رفوف شبه خالية بريطانيا تشكو نقصا في متاجر الفاكهة والخضار أزمة قد تمتد لأسابيع وربما لشهر وعلى إثرها قيدت أربع شركات كبرى مشتريات المتسوقين من بعض المنتجات كالطماطم والخيار والخس والفلفل والبروكلي والقرنبيط والتوت وقصرتها على علبتين وأقصاها ثلاث علب لكل زبون الحكومة طمأنت أن تقنين الإمدادات جاء لضمان قدرة جميع المستهلكين على شراء احتياجتهم أما وزيرة البيئة فأصدت نصيحة أمام البرلمان وقالت كل اللفت بدل التفكير في الخص أو الطماطم من المهم التأكد من أننا نثمن منتجات بلادنا فالكثير من الناس سيأكلون اللفت في الوقت الحالي نصيحة لاقت سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول المستخدمون صورة لخريطة بريطانيا يغطيها اللفت أما دول الجوار فتكتسي بالطماطم وصورة أخرى تقول إن اللفت نفد من المخزون وأخرى لقطيع من الماشية يأكل اللفت للعشب أما عن تخصيصها اللفت فهو من أكثر المنتجات الموسمية التي تتميز بها بريطانيا وبما أن مشكلة التوريد تعود إلى سوء الأحوال الجوية في جنوبي أوروبا وشمالي أفريقيا قررت وزيرة البيئة بكل بساطة أن تثمن انتاج مزارع بريطانيا رغم أنها كانت قد تعرضت لعاصفة انتقادات في سبتمبر الماضي حينها اتهمها المغردون بالتناقض فكيف لوزيرة صحة أن تدخن؟ بيّنت مجلة فورن بوليس الأمريكية في تحليل لها أبرز الدروس المستفادة للحروب المستقبلية من بعد الحرب الرهنة بين روسيا وأوكرانيا مسلطة تنضع على احتمالية نشوب حرب بين الصين وجزيرة تايوان والتي قد تترتب عليها عواقب عالمية أكبر مع الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سلطت مجلة فورن بوليس الضوء على أهم الدروس المستفادة من تلك الحرب التي غيرت العالم وقد تكون حرب الصين وتايوان محتملة في المستقبل الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوغرس موسين قال إنه من المستحيل عدم عقد مقارنات بين هجوم روسيا على أوكرانيا وطموحات الصين في تايوان وقال إن العواقب العالمية المترتبة عن الحرب في تايوان أكبر ومن شأنها أن تشتذب دولاً أخرى بسرعة تقع كل من أوكرانيا وتايوان خارج التحالفات المعاهدات الرسمية ولا تستفيد أي منهما من ضمان أمني كالمادة الخمسة من حلف الناتو ما يجعل الأمر أكثر أهمية بأن يتعلم العالم الدروس الصحيحة من الحرب في أوكرانيا في الفترة التي سبقت الحرب كشف بوتين عام 2021 عن طموحاته بأن السيادة الحقيقية لأوكرانيا ممكنة فقط بشراكة مع روسيا وقبل أيام من بدء العملية العسكرية وصف أوكرانيا بأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا يقول راسموس إنه لا يمكن للعالم أن يرتكب نفس الخطأ مع الصين التي يجب أن تأخذ تهديداتها على محمل الجد أحد الدروس المستفادة هو أن الردع سيفشل ما لم تكن الرسائل قوية وموحدة قبل بدء الحرب لذا يجب توضيح العواقب الاقتصادية للتحرك ضد تايوان لبكين من الآن خصوصا مع اعتمادها بشكل حاسم على الولايات المتحدة وحلفائها للحصول على الرقائق الدقيقة الأكثر تقدما فضلا عن ذلك يجب على الحلفاء العمل معا فقد أظهر العالم وحدة مثيرة للإعجاب ردا على حرب روسيا في أوكرانيا لم يتوقعها بوتين حيث تم الاتفاق على عقوبات كبيرة في وقت قياسي يتعين على الصين التي تعتمد أكثر بكثير من روسيا على سلاسل التوريد العالمية أن تفهم أن أي هجوم على تايوان من شأنه أن يشعل ردا موحدا بنفس القدر هذا إلى جانب أهمية توافر الأسلحة فالمساعدات العسكرية الضخمة التي تقدمها واشنطن في الأغلب هي التي غيرت الواقعة على الأرض في أوكرانيا فلو كانت كييف تمتلك هذه القدرات قبل الحرب لربما فكر بوتين مرتين قبل شن عملياته العسكرية وهو سيناريو قد يحدث في تايوان رشخيات الحدث ختاب النشرى شكرا لكرم المتابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر